مع استمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا طالبت الخارجية الأوكرانية الجانب الروسي بالالتزام الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي والالتزام باتفاقية جونيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب فيما يتعلق بجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين هم أسرى حرب ومن جهتها تستمر القوات الروسية في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعات ذخيرة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا وأن هذه المستودعات كانت تستخدم لتخزين أسلحة زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية كييف من جهته أكد مجلس الأمن القومي الروسي أن قواته ستحقق كافة أهداف موسكو في أوكرانيا وأن سلامة سيكون وفقا لشروط موسكو